بنجرب التسارك حلو الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير اللهم صلي وسلم على نبينا محمد يا صباح الخير أنا قبل ما أشتري السناتة رحت لصالة العرض الشركات سواء الناغي أو المعارض اطلعت للسيارة والمواصفات الآخرة لكن الغلط اللي سويت أني ما جربت السيارة يعني كسواقة بعدين في بعض الملاحظات أنك أنت تمنيت لو أنك اتأكد منها قبل ما تشتريها وما دام أبو نهال دائما أحب يزبطكم حاب أبشركم خاصة أنا هل ينبع الآن فرع هون دايف ينبع عندهم خدمة تجربة القيادة حاليا أتوقع عندهم أزيرة وسوناتة السيارتين هذه متوفرات بسوي لكم تغطية عن تجربة القيادة ما هي الإجراءات وش طريقتها وش مميزاتها فخلوكم قريبين طيب وصلنا فرع هون داي هنا في طريق جدة هنا أوقات العمل ألا والله طيب إن شاء الله بإذن الله سنجرب هذه السيارة الأزيرة 2019 أو 2018 بيال 2018 سنجرب فل أو نصف فل فل الفل يالله مش يعني هذه هي سيارة التجربة إن شاء الله هنجربها ونعطيكم الانطباء طبعا هذه الفل الكامل طبعا السيارة فيها تشغيل عن بعد للفئات الثلاثة الفل اللي تحت الفل واللي بعده كده اشتغلت السيارة بسم الله لازم تضغط كده بسم الله ما شاء الله ستين كيلو ما شاء بس بيج مع كده لون شوكولت هنا الأزرار التحكم بالنظام الترفيه كما تشافين هنا المكيف طبعا المكيف التحكم مستقل كمان في هنا التخزين وهنا الشاحن اللاسلكي التكاية اللي في الوسط مخرج ولا أو شاحن 12 فولد طيب كده تكون الرؤية 360 درجة زي ما شايفين حتى لو مات ريوس عادي نعم 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 ضغط الزر تشتغل الوسط مصبب مو شرط احط ريوس تمام تمام الزر هذا حق تش هذا الشيء اللي هو الدكيب يعرض بقوع الشاشة يجب أن تحكم فيه لا برضو النفس الشيء تحكم مع طريقها هذه نحن لا يفنتج عند حين الشاشة ما هي لمس؟ لا الشاشة لمس بس المكيف ما قدرة تحكم عن طريق الشاشة بس تجيني الشاشة بس ايوه طبعا فيه اللي هو تخزين وضعية المقعد جلد الجلد القزازة الأمام الاثنين أو الأربعة؟ الاثنين قدام الاثنين قدام الاثنين قدام بس مصبوك عم بتجيك فيه الستارة الخلفية بالكامل تدت حكم في الستارة المولوصة الشيء الخلفية الستارة الجانبية هذه هي مصبوك كم ارباق فيها؟ ثمان ارباقات الإجمالي طيب السقف مو شموه ايوه كم عندك بانوراما بالكامل مصبوك 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 هنا اليد طبعا هنا الدرج اللي عندي الطبلون حجمه وسط وملبسينه بالقطيف أخوي عبد المحسن ايش المطلوب مننا قبل ما بدل القيادة الرخصة مصبوك عندك أبليكيشن تعبي فيه البيانات مصبوك تمام طيب بسم الله توكلنا على الله نجرب القيادة كبال لو ملاحظين البروجيكتر على مثلا الخطة كم ثمانين السرعة فيها فموضح لكم هنا في البروجيكتر السرعة ثمانين طيب جربنا السيارة في الطريق العام الآن بنجرب كده في الطرقات المكسرة كده بدي عملية مكرة الصباح الساعة 12 كيوة الأنصاري مم طيب الآن حطينا على وضعية الاسبورد بنجرب التساركة بسم الله ما شاء الله تبارك الله حزم صوت فرامل ما شاء الله طبعا فيه شغلة بنتأكد الآن صوت البانوراما ما فيه ما شاء الله لكن بفتح البانوراما برضو بقية لأن السيارة ما فيه تيربو بس يعني المقاومة فيه ممتازة يعني لما تدعس تحس فيه شي يعني فيه وحش داخل السيارة طيب البانوراما الآن فتحينا البانوراما وفوق 130 ما شاء الله العزل ممتاز جدا السيارة والله لا أمدح فيهم ولا شيء ولا أعطوني شيء أنا أعطيكم عن تجربتي يعني اللي عجبنا أكثر شيء صوت البانوراما والفرام الممتاز صراحة واستحط على وضيهة الاسبورت تعيش جو يا سلام الآن أخذنا مطب تمام في المطبات ناعم السيارة الآن السونات الفل كامل تجيك مساعد كهرباء إيه بس هنا من ناحية استاندر كله في السيارة كلها واحد تفرق من فعل فيها في التقنية بس أها يعني كنعومة رساوة بيأخذون نفس الفئات طيب الآن شوف أكسم بالله ما أنا جالس أرحم للسيارة أبدا جالس السوق في الطرقات الله مستعان أهم شيء الآن صوت البانوراما وصلنا الفرع الآن وهنا السوسو وإن شاء الله قريبا حنجرب السوسو كمانا بنعطيكم الانطباع اشتفريق في متحة القيادة إلى آخره طيب أصدقاء ونهاء الحمد لله جربنا السيارة وأعطيتكم الانطباع صراحة من السيارة وأعطتني مثل ما كنت متوقع منها يعني راسية وعزمها جبار ما شاء الله تبارك الله طبعا الشيء الجميل أنه استاندر فل كامل نص فل تحت نص فل كل السيارات هذه جاية بنظام تعليق واحد يعني موزيس السوناتة السوناتة عندنا الفل كامل تجيك شي اسمه المساعدات كهرباء والفئات الثانية تجيك المساعدات عادية فهنا بتاخد نفس النعومة بتاخد نفس الشاصة بتاخد نفس الميكانيكا تقريبا اللهم اختلاف الاكسسورات والكماليات والتقنية الاخرة طبعا عندنا اخونا عبد المحسن هيكون هو المسؤول عن تجربة القيادة اي وقت حاب انت تجرب المطلوب منك فقط رخصة القيادة وتتواصل معاه عشان ينستقلك الوقت المناسب لك والسيارة اللي انت تحتاج التجربة فيها وما بيقصر معاكم بس قولوا انكم جاي من طرف ابنهال بيسهل لكم الاجراءات ومالكم الا طيبة الخاطر وان شاء الله قريب في وقت اخر اجرب لكم السونات الجديدة باذن الله وفي عندنا السيارة الجديدة الجيب كونا كثيرا الناس اعتبروها نسائية بسبب انها فيها السنسورز حتى لو فيها مثلا عباية احرف بلان ما نشوف العلم اها ايوه لازم بتدي اندال طبعا هذي اقل فئة من اقل فئة بيجيب فيها الشاشة شاشة حركات والله تقنفة الكبيرة هذي طبعا السيارات تقنفة وهذي ايش انتو بتعطوا هدية يعني ستاة ريو تيجي في السيارة عادي انت تتكلم ان احنا الان على اقل فئة هذي تعتبروها سمول كروس اوور تقريبا في منها سبع فئات يا رجان انا بس اصلك شغلة الان الستاندرد بتقول لي صح مصبوط يعني ايش بقيتي يعني فيها كل شيء محافظة على المسار يهو نقاط العميم اللي ما تيجي هذي استاندرد الفول كامل ايش فيها بالله انا اقول لك الفول بتجيك مكينتها اصغر من هذي ايه تيربو تيجي فيها السنسورت اي مكان لا سمح الله ان انت واقف في الشارع اهلي من بنجوك في الشارع ينخلي اهلك ينزلوا من السيارة في سيارة جي من وراء انت داما عينك على الجزازة عينك على المرايات صح الان على الفياد الاعلى والتقنية فين وصلت انه حتى لو انت ما طالعت في سيارة دريبة الباب اللي وراء يمكن انت معاه لانه في سنسورت في الزوائب حلو والله ايه لا والله سيارة حلوة صراحة وبرضو من السيارات الجديدة اللي هذي السنتفي الجديدة بس هذي ستاندر توقع اذا اني مني غلطان هذي توقع ستاندر سنتفي وهين كونا لون ثاني اللي شفناه قبل شوية شارة جميلة والله كده صغيرة وحركات شوفوا الان هذي ترى لد تمام النور هنا شوفوا اول مرة توقعش تشوف السوسو بها الغبار والوساخة صح وهذا الشكل الجديد وجينا هنا عنده وقتل غسيل بنغسل ان شاء الله السلام هلا سمير كيف حالك طيب مبسوط طيب كده تكون الشكل تكون شكل السيارة قلولي كيف شكلها تمام طيب اصدقاء ابنهال شايفين هالنظارة دعو انت عارفين اتكسرت خلال امدر نشوف محل نظارات يصلح لنا هو هلا والله كيف حالك عبد الله اش اسمك عبدو عبدو انت دائما في ينبا مول اه طيب اش عندك هنا والله حلاوة طيب بارا اذا انها بتتصلح قل بي 40 ريال طيب اصدقاء ابنهال كده بينتهي الفلوغ اتمنى ان الفلوغ نالت على عجابكم اقول لكم سبحانك الله مو بحمدك اشهد الله للا انت استغفرك وتبيليك وكن مبتسما دائما في امان الله نمضي على سنن الهدى وعن المبادئ لا نميل بالعزم نجتاز المدى ونسابق الدرب الطويل